أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما أدراك ما الحق كذب الثود عاد بالقارعة فأما ثود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليالي وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية إن جعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتها دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وأنشقت السماء فهي يومئذ وابية والملك على أرجائها والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم صافية لا تخفى منكم صافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم قرأوا كتابيه إني ظلمت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كنوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها يا ليتها كانت القاضية يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فظلوه ثم الجحيم صلوه ثم في شنزلة ذرعها ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحق على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حليم ولا طعام إلا من مسليم لا يأكله إلا الزاطئون